أعزائي مشاهدين قناة الحياة أرحب بكم مجددا في حلقة من برنامجنا المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تتحدث عن كتاب كثيرا ما نسمع عنه في وسال الأعلام ونقرأ عنه وبالفعل الحديث دائما يأتي بشكل عام بصيغة سلبية ونادرا ما نقرأ مفردة الموضوع اليوم بطريقة علمية أو حيادية حلقة اليوم سوف تتحدث عن التلمود نريد في هذه الحلقة أن نقدم تعريفا إلى ما هو التلمود ماذا تعني التلمود وما أهميته في العقيدة اليهودية التلمود هي مفردة من العبرية تعني يتعلم من أصل يتعلم أو تلمز واليوم يوجد تلمودين أي بمعنى نسختين من التلمود مختلفتين الأولى التلمود الأورشاليمي أو أحيانا يسمى التلمود الفلسطيني والثاني التلمود البابلي وهذا ويسمى أحيانا تلمود بابلي باللغة العبرية التلمود البابلي التلمود البابلي هو الأكثر أكبر حجما وهو الأشهر متى أنتج التلمود؟ الإنتاج التلمود أو بمعنى تأليف مادة التلمود بدأت من القرن الثالث إلى الخامس في فترة من فترات اليهودية تسمى الفترة الأمورية فترة حكماء كانوا يعرفون بالأموريين هؤلاء الحكماء الذين عاشوا من القرن الثالث ميلادي إلى القرن الخامس ميلادي أنتجوا لنا أدبا دينيا أدخل في باب التلمود ولهذا عندما يأتي الشخص لدراسة اليهودية القديمة سوف يلاحظ وجود مصطلحات أحيانا عن هذه المرحلة تسمى اليهودية الحبرية وأحيانا اليهودية التلمودية إذن يهودية الفترة التي أسست وأنشأت هذه اليهودية اليهودية التلمودية هي إذن فترة متطورة من اليهودية في القرن الثالث إلى القرن الخامس أو السادس حتى ما هو التلمود الأورشاليمي أو التلمود الفلسطيني؟ التلمود الأورشاليمي يوجد تلمودان الأول الأورشاليمي وتلمود بابلي أو بابلي التلمود الأورشاليمي هو إنتاج علماء يهود فلسطين في القرون الأولى هذا التلمود هو أقدم تلمود أو بمعنى هذا الأعمل الأدب الديني هو أقدم كان بدى العمل به قبل التلمود البابلي وهو يعتبر صغير الحجم إن أتينا في تلمود بابلي والتلمود الفلسطيني إلى جوار بعضهم سوف نجد أن التلمود الفلسطيني أظهر حجما إلى درجة أنه ثلث التلمود البابلي تحرير التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني بدأ في نهاية القرن الرابع وتم إنجاز أغلبيته في منطقة طبرية إذن من الممكن أن نقول إنه إنتاج منطقة محددة هي طبرية لغة هذا التلمود مقتضبة أقواله غامضة وعموما مواضيعه مجزئة التلمود البابلي مختلف عن التلمود الأورشليمي بينه أكثر تطورا أطول أسلوبه البلاغي أفضل يعتقد العلماء أن سبب تطور اللغة وأسلوب التلمود البابلي أنه كان أخذ زمن أطول كثيرا للإنتاج استغراء فترة زمنية أطول أولا فضلا على أنه تم العمل به في منطقة بابل هي أيضا كان يوجد نشاط ثقافي كبير لعلماء اليهود أنزاك لليوم صار الاهتمام في كل التلمودين ولكن في الماضي كانوا العلماء مهتمين أكثر في دراسة التلمود البابلي غالبا عندما يقرأ الشخص أي موضوع علمي ويوجد من نقاش للتلمود غالبا النقاش يكون متعلق في النسخة البابلية التلمود إذن البابلي هو أكبر حجما ولكن أهميته صارت أكثر بدءا من القرن الثالث عشر كان المصدر الرئيسي بدءا من القرن الثالث عشر للشريع اليهودي اهتمل حكماء اليهود فيه كثيرا لأنه كان أساس الدراسات اليهودية في العالم اليهودي أنزاك في جميع أنحاء العالم خصوصي في القرن الثالث عشر وما بعد التلمود البابلي أيضا يمتاز بأن الشخص حتى يفهمه بكتشف أنه كان في احتكاك وتفاعل مع نصوص دينية مختلفة وربما لهذا هو أكثر تطورا من التلمود الفلسطيني أولا كان موجود في بيئة فيها حضور للمسيحية وكان موجود فيها حضور للزرادشتية فيلاحظ الدارس في فارس يلاحظ الدارس أن التلمود البابلي استفاد وتفاعل مع الثقافة المسيحية والثقافة الزرادشتية وهذا أعطى تأثير على شكل التلمود البابلي وتم الاهتمام فيه حتى يعني كل دائما كان العلماء بعد ذلك يهتموا فيه اليوم نحن ما لدينا نسخة قديمة كاملة للتلمود القديمة لا يوجد أي نسخة تعود إلى القرون المبكرة النسخة الكاملة الوحيدة الموجودة أقدم نسخة متوفرة للتلمود رغم أهميته هي تعود إلى القرن الرابع عشر مخطوطة في منش خمسة وتسعين رقما وربما لماذا لا توجد مخطوطة كاملة للتلمود البابلي رغم أهميته الكبيرة مجموعة من الاحتمالات السبب الرئيسي طبعا فيه كلفة عالية لتدوين كتب بالجلد أولا الأمر الثاني أن التلمود كان معرض دائما للرقابة السلطات في كل بلد موجود فيه وأشهر طبعا الأشياء التي تم أمر حرق التلمود فيه في القرن الثالث عشر في باريس عندما أتى شخص يهودي يسمى يدعى نيكولاس دونيان وراح انشق عن اليهودية وقدم اتهامات إلى البابا الكاثوليكي الجيكوري التاسع وقال أنه يوجد أشياء في هذا التلمود مسئلة المسيحية وبالفعل تعرض أجرة محكمة في فرنسا لمناقش هذا الموضوع وأتى رجال دين يهود حالوا الدفاع عن التلمود حتى لا يتعرض للمصادرة ولكن صدر قرار في حرقه سنة 1242 وبالنتيجة إذن كان فيه صعوبة الاحتفاظ بنصحة كاملة من التلمود فإذن نحن معنا أي نصحة قديمة كاملة للتلمود الطريق في الموضوع أن أول طبعة للتلمود ظهرت في البندقية قام بها ليس رجل النيهودين ولكن قام بها رجل مسيحي ظهرت أول طبعة للتلمود سنة 1520 وهذه الطبعة اللي قدم فيها الشخص إلى اليوم هو الطريقة الطباع هي نفس الطريقة الموجودة حاليا قدم نسخة التلمود ألف وبي بمعنى على الشاشة رح نشوف كيف العنوان موجود وعن النص مقسم إلى نسخة ألف ونسخة بي التلمود ممكن لما ننظر إليه نقول إني يعني هو شو هذا الخليط العجيب فيه يوجد قواعد تشريع يوجد حكايات يوجد حوارات يوجد نصائح طبية إذن يمكن أن نقول أن التلمود كأنه موسوعة شاملة خليط من الأحكام من التشريعات من النصائح من الأساطير من حتى عن من الفلك من حتى عن مرياضيات فلكلور قصص تفسير كتابي إذن التلمود هو خليط كبير هو إنتاج كثيف لهذا العقل الديني اليهودي على كل الأصدى التشريعية الثقافية الأسطورية فاليوم الشخص لما بنظر للتلمود بيجد أنه دائما النقطة الأساسية اللي برتكز إلى هو التورات يرتكز دائما التلمود على النصق توراته ويبني عليه الأشياء والمواضيع لو قدمنا نحن نظر إلى التلمود باللهز أنه مقسم على نسق يسمى نسق المشنة التلمود اليوم ممكن إله أبواب أو أجزاء الجزء الأول يسمى البذور الجزء الخاصة في الزراعة في عنا جزء رقام اثنين الموعيد الاحتفالات الجزء الثالث النساء الأضرار الأحكام الجنائية نقول عنها المقدسات بمعنى الأحكام الدينية والشرائع والطهارة هذا هو بشكل عن بنية التلمود طبعا يوجد فيه اختلافات تفصيلية بين تلمود وآخر اليوم كونه التلمود هو مادة ضخمة وتحتوي على كل هذه الأمور التشريعية والأسطورية والفريكورية يتم دراسة التلمود من خلفيات مختلفة سواء يهودية أو مسيحية أو مسلمية لأن هذا موضوع بالأخير أنت أمام موسوع الثقافية تحتاج إلى العمل لتعرف أشياء كثيرة بينما إلى اليوم أيضا اليهود المتدينون عندهم تقليد جديد حديث تقريبا هو دراسة صفحة واحدة من التلمود اليوم بعض اليهود المتدينون لا يسمى الذين منخريطون في المدارس عندهم دراسة يومية كل يوم يدرس صفحة من التلمود تستغرق هذه الدراسة تسمى في اللغة العبرية صفحة اليوم داف هايومي يقرأ الآلاف من اليهود المتدينون اليوم في نفس اليوم نص من فقرة معينة من التلمود الداف هايومي بديت القصة في سنة 1923 في بولندا مع أحد الأحبار قال إن هاي طريقة لتنمية الثقافة الدينية عند الشخص واليوم العملية تستغرق تقريبا سبع سنوات ونصف إذن الشخص المتدين يقرأ التلمود لمدة يوميا صفحة واحدة على مدار سبع سنوات ونصف حتى ينتهي من قراءة التلمود يحتاج إلى سبع سنوات ونصف ثم طبعا يعيد الكرة دراسته يحتاج إلى حوالي 2017 يوم سبع سنوات ونصف ويوجد طريقة أخرى في دراسة التلمود عند الأحبار اليوم المتدينين إنهم قد يجتمعون في أماكن مثل الكنس أو المدارس الدينية وكل شخصان مع بعضهم البعض يدرسون صفحة التلمود حلقة اليوم انتهت هي فقط كانت نظرة عامة وسريعة عن تعريف ما هو التلمود ومواضيع التلمود الرئيسية ونوعان التلمود وطبعا سوف نرجع أيضا في حلقات قادمة إلى تفاصيل أخرى وجزئية أخرى تخص هذا الكتاب القنة الذي هو ممسوعة تحتوي على أشياء كثيرة من التفسير إلى الأساطير حلقة اليوم التات وشكرا جزيلا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة